النسخة التركية من المسلسل الامريكي داينستي مرحبا بكم مشاهدين توصلت شركة القمر التركية بالاتفاق مع شركة سي بي اس الامريكية والمسؤولة عن امتلاك وتوزيع الحقوق الملكية الفكرية لمسلسلها الشهير داينستي والذي عرضه ولأول مرة عبر قناة اي بي سي الامريكية في ثمانينيات القرن الماضي بشراء سيناريو المسلسل لانتاج النسخة التركية لصالح قناة ستار من اجل الموسم الجديد يذكر ايضا بان هذا المسلسل تم اعادة تصويره في امريكا وعرضه بنسخته الحديثة في عام 2017 وانا عن نفسي شفت الموسم الاول بالكامل من النسخة الامريكية الحديثة وكان فعلا فيه التشويق والمسلسل نجح لكن طبعا بعدها المسلسل صار لا يطاق لانه المنتجين طمعوا جدا ومطوا بالمسلسل لثلاث مواسم وكانت مملة جدا وعشان احطكم بالصورة اجواء المسلسل هي متشابهة مع مسلسل التفاح الممنوعة لكن باختلاف القصة وهي بتبدأ بالمنافسة بين زوجة الاب وبنته لمنصب مهم في الشركة اشتركوا في القناة